يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ولي الصالحين وناصر المستضعفين وخالق الخلق أجمعين ومولانا وحافظنا وحامينا ورازقنا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين أرسله المولى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا جزاه الله عنا خير ما جز به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه وارض اللهم عن أزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله استجابةً لأمر الله تبارك وتعالى حينما أمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون فاتقوا الله عباد الله وتعرَّفوا إلى ربكم وتقرَّبوا إليه في حال الرخاء يعرفكم في حال الشدة تعرَّفوا وتقرَّبوا إلى ربكم بفعل الطاعات وكثرة العبادة امتغاء مرضاته تعرَّفوا وتقرَّبوا إلى ربكم بتجنُّب المعاصي خوفًا من عقابه الأليم تقرَّبوا إلى الله عز وجل بفعل الطاعات ما دُمتم في زمن القُدرة قبل أن يصل الإنسان إلى مرحلة يتمنَّى فيها العمل فلا يستطيع إليه سبيلا أيها الإخوة أيها الأحبة إن رخاء العيش وطيب الحال من النعم التي تستوجب الشكر على العباد وإن الإنسان في حال الرخاء بإمكانه أن يفعل ما لا يمكنه القيام به في حال الشدة لأنه معافى في بدنه وآمنٌ في بلده ومُطرفٌ في جسده لكن هذه الأحوال لا تدوم فقد يعقبها شدة فيصبح الإنسان مريضًا بعد العافية خائفًا بعد الأمن قد يُصبح الإنسان مشرَّدًا بعد أن كان معزَّزًا في قومه قد يُصبح الإنسان في حالةٍ تختلفُ عما كان عليه فهذا الإنسان إن لم يستغل حال الرخاء فإنه سيندم أشد الندم سيندم أشد الندم وإننا اليوم في زمنٍ قد تغيرت فيه الأحوال قد أصبح الإنسان خائفًا بعد أن كان آمنًا أصبح مريضًا أو يخاف المرض بعد أن كان صحيحًا أو معافى هذا المرض الذي انتشر اليوم هذا الوباء الذي حلَّ بالبشرية وحلَّ بالأمم والشعوب هذا المرض قد ندم كثيرٌ من الناس على تفريطهم في طاعة الله قبله كان بإمكانهم أن يصلُوا أرحامهم كان بإمكانهم أن يبرُّ والديهم كان بإمكانهم أن يتصدَّقوا كان بإمكانهم أن يزوروا موتاهم كان بإمكانهم أن يعمُروا المساجد كان بإمكانهم أن يحفظوا القرآن ضيَّعوا هذه النعم التي كانوا فيها واليوم ونحن في حال الشدة حتى من أراد أن يفعل طاعة من الطاعات حيل بينهم وبين ما يشتهون فالإنسان اليوم يتمنى أن يتواصل مع أقاربه لكنه لا يستطيع إلا عبر الهاتف يتمنى الإنسان أن يزور الموت في القبور لكنها أغفلت يتمنى الإنسان أن يحفظ القرآن لكن هذه كتتيب قد أغلقت يتمنى الإنسان أن يبقى في المسجد ليذكر الله عز وجل ليصلي النوافل والرواتب لكنه قد حيل بينه وبين ما يريد ليت الإنسان في حال الرخاء تذكر ربه تبارك وتعالى وتعرف إليه فإن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده الذين ذكروه في حال الرخاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالمتقون هم أهل النجاة لنذكر طرفا من أخبار الأنبياء والمرسلين ولنبدأ بسيد المتقين صلوات ربي وسلامه عليه من خلال تدبر سيرته كم من أمرٍ وقع أمر شدةٍ وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو مع صحابته فأنجاه الله عز وجل منه بمعجزة بمعجزة لا يتحملها عقل الإنسان القاصر إلا من آمن بالله عز وجل أذكر من ذلك والحوادث كثيرة عندما خرج من مكة مع صاحبه مع أبي بكر خرجاء في ظلمة الليل خشيةً من قريش وبطش قريش وفتك قريش دخلا إلى الغار إلى الحفرة الصغيرة وقريش تتعقبهما حتى يقف أهل قريش والركب على رأسيهما فيه في هذا الغار يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا يا رسول الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق بربه لا تحزن إن الله معنا ما ظنُّك يا أبا بكرٍ باثنين له ثالثُهما نجَّى الله عز وجل نبيه نجَّاه من هذا الكرب العظيم ومن غيره من الكروب لأنه صلواتُ ربِّ وسلامُ عليه سيِّدُ المتَّقين سيِّدُ الأولين والآخرين لنذكر ما حدث لإبراهيم عليه السلام جيئ به ضعيفًا مستضعفًا وربط على المنجنيق ورُمي في النار استعان بالله عز وجل وكان تقياً كان إماماً متقين صلواتُ ربِّ وسلامُ عليه لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم موسى عليه السلام يخرج فرعون وجنوده خلفه وخلف قومه حتى وصل إلى البحر البحر أمامهم والعدو خلفهم ولا ملجى ولا منجى من الله إلا إليه خرج فرعون بجيشه وسلاحه وبطشه يريد الفتك بموسى ومن معه يريد إنهاء هؤلاء جميعًا من على وجه الأرض فينجيه الله عز وجل ويأمره بضرب البحر بعصاه وينشق البحر ويكون البحر في نفس الوقت نجاةً لموسى ومن معه ويكون هلاكًا لفرعون ومن معه من جن يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن يونس يونس عليه السلام لما دع قومه فلم يجيبوه إلى ما يريد خرج مغاضبًا لهم خرج من بينهم دون أن يتلق أمرًا من الله عز وجل ويركب السفينة فتهيج البحر والرياح وتتعرض السفينة إلى الهلاك فيستشير أهل السفينة يستشيرون فيما بينهم ويقررون إجراء قرعة ومن وقعت عليه القرعة يرمى في البحر ليخف الحمل الذي في السفينة فتنجو وينجو من فيها وتقع القرعة على نبي الله يونس عليه السلام فيلقى وحيدًا في الظلمات ظلمة الليل ظلمة البحر ويبتلعه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وذنوني إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى هذا شيء يسير مما وقع للأنبياء والمرسلين ومن كان على طريق الأنبياء والمرسلين من أهل الصلاة من إن جاء الله عز وجل لهم من الكروبات لو سردنا بعض القصص وليس كل القصص ما وسعنا الوقت في إثبات أنه من تذكر الله في حال الرخاء في حال القوة والصحة والغنى وأي نعمة من نعم الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يمكن أن يتخلى عنه في حال الشدة لا يمكن أن يتخلى عنه في حال الشدة وسينجيه المولى تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا قصة عظيمة تثبت هذا الأمر وتبينه بجلائل ووضوح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي ثلاثة من بني إسرائيل هؤلاء النفر كانوا أصدقاء وأصحاب خرجوا يوماً في نزهة خارج المدينة إلى الجبال والغابات فخيم عليهم الظلام تأخروا فخيم عليهم الظلام حل الليل قرروا أن يبيتوا في غار حتى الصباح يحميهم من البرد ومن الحيوانات المفترسة إلى أن يعودوا إلى أهلهم صباحة دخلوا إلى الغار فبمجرد دخولهم إلى الغار نزلت عليهم صخرة عظيمة من فوق الجبل وسدت عليهم مدخل الغار حاولوا معها مراراً وتكراراً أن يزحزحوها ما استطاعوا إليها سبيلاً صخرة عظيمة علموا وعيقنوا أنهم سيحلكون لمحالة مهما صرخوا مهما استنجدوا لن يصل صوتهم إلى أحد لأنهم كانوا في مكان بعيد جداً عن الناس هداهم الله عز وجل وهذا من توفيق الله من توفيق الله عز وجل للعبد نقطة مهمة أركز عليها في هذه الخطبة من توفيق الله عز وجل أنك عندما تقع في شدة يهديك الله عز وجل إلى اللجوء إليه لأن كثيراً من الناس يقعون في المآزق والمصاعب والشدائد فمن غضب الله عليهم ومن عدم توفيق لهم لا يفكرون في اللجوء إلى الله عز وجل ويظل الإنسان يبحث عن الأسباب المادية الدنيوية دون اللجوء إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب هداهم الله عز وجل إلى اللجوء إليه قالوا لبعضهم البعض إنه لا ينجين من هذه الصخرة إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل نتوجه إلى الله عز وجل بماذا؟ بالدعاء ونتوسل وهذا من التوسل المشروع الذي شرعه لنا المولى تبارك وتعالى على لسان رسوله وهو أن نتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أن يكون لك عمل صالح بينك وبين الله أخلصت فيه لله عز وجل فتدخره في الخزنة تقفل عليه في الخزنة ولا تستخدمه إلا عند الوقوع في الشدائد عمل عظيم مخلص فيه إخلاص بينك وبين الله عز وجل تدخله للشدائد إنه لن ينجين من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا قام الأول فذهب في ناحية وناجى ربه تبارك وتعالى قائلاً يا ربي والله عز وجل تخفى عليه الخوافي الله عز وجل هو عليم لكنه هذا من المشروع بينك وبين الله عز وجل أن تخبر الله عز وجل عن حالك وتتضرع إليه وإن كنت تعلم يقين أن الله لا تخفى عليه خافية كان لي أبوان شيخان كبيران فنأى بي طلب الشجر يوماً فتأخرت عنهما خرجت إلى أشجار لنا إلى مزرعة إلى مكان فيها أشجار أعتني بها فتأخرت عنهما وفي حال عودته حلب لهما كالعادة من بقرة أو ناقة أو من معز أو من غير ذلك فحلبت لهما فلما وصل إلى البيت وجدتهما نائمين الأب والأم كبار في السن وفضل البر للوالدي لما يكونوا كبار في السن أعظموا وفي حاجة لك أعظموا من برهما وهما في حال الصحة والقوة للذين يستكبرون عن أباهم وأمهاتهم خصوصاً لما يصل الأب والأم إلى سن كبيرة يصبح بعض الناس يتخذهم سخرية ويضحك عليهم إذا كان بوه والأم ينسوا أو غير قادرين على الحركة على استعمال الأكل والشرب لوحدهما أو يخطئون في الكلام وغير ذلك يتخذهم سخرية سخرية وهذا من أعظم الزنب عند الله عز وجل فوجدتهما نائمين فكرهت عن أوقضهما كرهت أني نفسد عليهم نومهم وفي نفس الوقت كرهت أن حد يشرب قبلهم لأنه كان متعوداً الأب والأم هم اللي يشربوا الأول قال فلبثت واقفاً والقدح واللي في اللبن في يدي أنتظروا أن يستيقظاً حتى طلع الفجر وأنا واقف أنتظر وصغار حولي يبكون ويصرخون من الجوع فلم أعطي أحداً يشرب قبلهما حتى استيقظا بعد الفجر فأعطيتهم القدح فشريباً اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك الكريم ففرّج عننا ما نحن فيه بأمر الله عز وجل تنزاح الصخرة لوحدها تتحرك قليلاً وتفتح مجالاً في الطريق لكنه لا يكفي للخروج قام الثاني أخذ يتذكر يا ترى ما العمل الصالح الذي مخلص الذي قمت به لله عز وجل في حياتي تذكر أمراً قال ناجى ربه فيما بينه وبين الله كانت لابنة عم ابنة عمي وكانت جميلة وكنت أحبها حباً شديداً دخل الشيطان في نفسي ورودتها عن نفسها فامتنعت حتى مرت فترة زمنية وألجأتها الضرورة وعوز وفقر شديد جاءتني تطلب مني مساعدة مالية قلت لها سأعطيك ما تريدين لكن بشرط أن تخلي بيني وبينك أن تسمحي لي والعياد بالله بفعل الفاحشة معك تحت حال الحاجة الملحة والضرورة والفقر والشدة وافقت هذه المرأة وهي ابنة عم له فلما اختلى بها وأراد فعل الفاحشة نظرت في وجهه وقالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها مذعورة تذكرت الله عز وجل وخشيت الله عز وجل وقمت من فوري مذعوراً مرعوباً وتركت المال الذي أعطيته لها اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر من عدم مقارفة للفاحشة خوفاً منك وإخلاصاً لك يا رب العالمين فارج عننا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة بأمر الله قليلاً إلا أنها أيضاً لا تكفي للخروج قام الثالث وناجى ربه فيما بينه وبين الله عز وجل وقال اللهم إني استأجرت أجراء للعمل في مزرعتي في سنة من السنوات بعد أن أنهوا عملهم أعطيتهم أجرهم إلا واحداً ترك أجره واختفى بحثت عنه فلم أجده قال فأخذت هذا الأجر وأدخلته في مالي واستثمرته له وبارك الله عز وجل له في هذا الأجر جالي بعد فترة طويلة من الزمن غير معروفة غير محددة ولكن يبدو والله أعلم أن فترة زمنية طويلة ووقف عليه وقال يا فلان أنا عملت لديك منذ زمن وحدث لي حادث جعلني أترك أجري وأذهب وأنا جئتك اليوم أريد منك أن تعطيني أجري قال تذكرت وقلت له أنظر إلى هذا الوادي كل ما ترى فيه من الإبل والغنم والبقر والرقيق فهو لك فقال نظر إلي وقال يا عبد الله لا تستهزي به أنا أجري قليل ما هذا تستهزي به تسخر مني قال قلت له لا والله إني لا أستهزي بك لكني استثمرت لك أجرك فبارك الله عز وجل لك فيه وكل ما ترى هو لك قال فاستاقه كله وذهب ولم يترك شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك الكريم ففرّج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون السالمين آمنين مطمأنين إلى أهلهم أيها الأخوة بهذا هذه القصة التي يقصها علينا الرسول الكريم صلوات ربي وسلام عليه يثبت لنا أنه من تذكر ربه في حال الرخاء فإن الله يذكره في حال الشدة أذكر ربك في حال القوة يذكرك ربك في حال الضعف ولا يتخلى عنه أذكر ربك في حال الصحة يذكرك ربك في حال المرض أذكر ربك في حال الغنى يذكرك الله عز وجل في حال الفقر أذكر ربك في حال الوجاه والمنصب يذكرك الله عز وجل بعد أن تغادر المنصب والجاه أذكر ربك في حال النعمة يذكرك الله عز وجل في حال الشدة هذه حقيقة ربانية ادخر عملا ادخر عملا في خزنتك تجده يوم شدة لا تعلمه قد تقع فيها وكلنا نقع في الشدائر تحتاج وتبحث يا رب بماذا أدعو الله بماذا أتوسل إلى الله ما العمل وهنا الطامة الكبرى أن يقع الإنسان في شدة وفي ضيق وفي كرب ويظل يبحث عن عمل صالح إن قام به مخلصا لله عز وجل فلا يجد في خزنته شيئا أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد أيها الإخوة إن أعظم شدة سنقع فيها جميعا دون ما استثناء أمر مؤكد هي شدة الموت ومفارقة الأحبة ومفارقة الحياء علينا أن نعد شيئاً لتلك اللحظة الرهيبة ففي تلك اللحظة يخفف الله عز وجل عن أهل الإيمان أهل الطاعات أهل العبادات يخفف عنهم تلكم الشدة التي لا تقارن بها شدة لا توازيها شدة نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنها فإذا كان العبد ممن تعرف إلى ربه في حال صحته وحياته وفقه المولى تبارك وتعالى للنطق بالشهادتين تذكره الله عز وجل في تلك الشدة هون عليه سكرات الموت هون عليه سكرات الموت ولقنه الشهادة ويسر له النطق بلا إله إلا الله أما إذا كان العبد والعياد بالله عاصياً ناسياً لربه فنسأل الله العفو والعافية والسلام لنا جميعاً أيها الأحبة أختم خطبتي بالتذكير علينا جميعاً أن نتكاتف وقد حل هذا البلا كما قلت آنفاً على البشرية وعلى جميع الأمم والشعوب علينا أن نتكاتف جميعاً فلا يمكن أن تقوم جهة ما في الدولة بتسيير الأمور دون ما تعاون من الجميع هناك حاجة أن يتم إصدار القوانين والتوجيهات والتعليمات واللوايح من الجهات المسؤولة لكن تطبيق هذه اللوايح والقوانين عرض الواقع تحتاج إلى تعاون من الجميع تعاون من الجميع ساعات الحظر التي سندتها الدولة علينا أن نلتزم بها لا قيمة لاقتناعنا من عدم اقتناعنا والله يقول له واحدة مش مقتنعة من الستة للستة لا المفروض واحد يبي من التسعة للتسعة واحد يبي من الساعة أثمانية هذا كله ليس له قيمة خلاص في أمر من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً علينا أن نلتزم به إلا فيما يبيحه القانون من أداء الصلوات في المسجد من فتح بعض الصيدليات والمراكز العلاج إلى غير ذلك مما هو موجود في ثنايا هذه القرارات أما كحظر علينا أن نلتزم بذلك اللف والدوران وخرق هذه الأمور يؤدي إلى زيادة الأمراض زيادة انتشار الوباء عندما تلزم بارتداء الكمامة عليك أن تلتزم بها أنت سمعت من علماء الأمة كافة في داخل ليبيا وخارج ليبيا أن من لم يلتزم بهذه التعليمات وتسبب في إصابته بالوباء أو في نقل الوباء لغيره فهو آثم آثم إثم عظيم عظيم ليس بالهين قد تكون أنت سبباً في وفاة إنسان قد تكون سبباً في وفاة إنسان بتصرفاتك الحمقاء والرعناء التي لا تقيم بها وزناً لما يصدره أهل المسؤولية في ليبيا والمتخصصون في ليبيا في وزارة الصحة وفي مختلف الجهات عندما يقال لك لا تأتي للمسجد إلا بالكمامة وسجادة الصلاة عليك أن تلتزم المسألة ليست عناد عليك أن تتق الله وتستحي على نفسك كلنا ننسى مش مشكلة إنسان ينسى يوم ينسى الصلاة من الصلوات نسى سجادة نسى لكن مش ديدنك في الصلوات الخمسة في كل يوم جاي طول المسجد هكذا دون سجادة ودون كمامة وتصر على الدخول وتقرأ التوجيات والتعليمات أمامك ولا تبالي بها يقال لك لابد من المغادرة للمسجد بعد انتهاء الصلاة إلا المسبوق قد يكمل صلاتك لكن نوافل في البيت لا تسكر رأسك وتنود وتصلي بالعناد في المسجد تقول تختلق في المشاكل قيل لك التباعد اجتماعي التزم بالتباعد اجتماعي اتق الله أنا قلت هاكم نجوم على الفاتم ونقول هاكم توا اللي عنده استطاعة يمشي يلبس بدلة خاصة وبره مش يشوف مراكز العزل بره شوف مراكز العزل والله العظيم اللي شفناه في مراكز العزل يخليك في حوشك تسكر روحك بالمفتاهم عد تطلع بكل والله حالات مأساوية شيء يفتت الأكباد موجود في مراكز العزل ناس تموت هاكذا شيء خيالي ناس مرمية على الأرض ناس موجودة في سياراتها وملحقينها أنابيب الأكسوجين وناس أرواح طفيض يومية في مختلف المدن وانت قاعد مصر لا بد بتدير عرس وبتدير عرس كامل مكمل في هذا بتدير ماتم لا بد بتدير ماتم كامل تبي تمشي للبحر وتختلط بالناس وكذا والناس قاعدة تموت يوميا منين يجي الوباء كل يوم يختفي واحد وين أخيرا والله يمريد كورونا منين جات الكورونا جات من المخالطة شيني كما درت عرس انتماتل في الفترة هادي شيني بيصير العرس باطل غير شرعي حرام ماهم خلاص يا ناس اتقوا الله خلاص العرس ما نوقفوش شخص إنسان بيتزوج إنسانا ما نوقفوش الأمر هذا لكن في إطار ضيق في إطار ضيق ما نقولش نلف وندور أصحاب الصلاة اتقوا الله والله يقالوا لكم العلماء والله يرزقكم زقوهم زقوهم حرام اللي انت تفتح في صالة وتجمع فيها في الناس وجاي للشارع الرئيسي مدخل الصالة على الشارع الرئيسي مسكرة وجاي من زنقم الخلف فاتح باب جانبي العدد مية مية وخمسين يعني الكورونا ما حد قلت لكم أنا مية عادي ما نجيكمش بعد المية نبدأ نجي ما السخافة يا أخي والله شي قصما بالله يخلى الإنسان يخرج حتى عن طورة يا ناس موت هادي موت راهي مش حاجة بسيطة اتقوا الله عز وجل وتعاونوا فيما بينكم والتزموا التزموا بالقواعد بإذن الله إن شاء الله مرحلة وتمر هل تحب أن أبوك يموت بالكورونا هل تحب أنت أمك تموت بالكورونا زوجتك ولدك أختك تحب أن موت بالكورونا ما تحبش باي خلاص التزم باش الناس من ينقلوكش لمرض وانتن تنقلش لمرض لغيرك أنا آسف علي طالع وآسف ربما تحدثت بهذه الشدة لكن لأن الأمر عظيم يحتاج إلى شدة في الخطاب ويحتاج إلى إيقاع العقوبات على المتهاونين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّجته ولا كربًا إلا نفّسته ولا بلاءً إلا كشفته ولا خيرًا إلا أنزلته ولا عدوًّا للإسلام المسلمين إلا خذلته ولا غايبًا عنا إلا بالخير ددته ولا مريضًا من مرضانا إلا شفيته ولا ميتًا من أمواتنا إلا رحمته ولا شهيدًا من شهدائنا إلا تقبلته ولا عسيرًا وقعن فيه إلا يسّرته يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء اللهم حفظنا من هذا الوباء واحفظ أهالينا وأقاربنا وأحبابنا وجيرالنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم حفظنا من شرِّ هذا الوباء وادفعه عنا يا رب العالمين عاجلاً غير آجل يا رب العالمين واجعل ليبيا بلدًا آمِنًا مُطمئنًا انشر علينا فيه الأمن والأمان اللهم كل المستضعفين واليتام والأرامل والثكالة والنازحين والمهجرين اللهم انصرنا على من مكر بنا وانصرنا على من عدانا وانصرنا على من اعتدى علينا اللهم من أراد بديننا وبليبيا والليبيين خيرا اللهم وفقه واعنه وسدد خطاه ومكن له وانصره على من عداه ومن أراد بديننا وبليبيا والليبيين شرا ومكرا وكيدا وسوا وخيانة وخزلانا اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل دائرة السوء تدوره عليه يا رب العالمين ارحم موتانا وموت المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضى الكورونا يا رب العالمين اللهم اشفي مرضى فيروس كورونا يا رب العالمين اللهم اشفي مرضى فيروس كورونا يا رب العالمين اللهم خفف عليهم البلاء وخفف عليهم الوجع والألم اللهم انزل عليهم شفاء من عندك اللهم أنزل عليهم شفاءً من عندك اللهم أنزل عليهم شفاءً من عندك يا رب العالمين وجميع المسلمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين